بين العبادة التسوق والصهارات الفنية يقضي المواطن الجزائري الليالي المتبقي من شهر رمضانة فالعاصمة وشوارعها تعيش أجواء مميزة في صهارات ما بعد الإفطارة توفد كبير للمواطنين ليلا وتزاحم حيث تختلف وجهة كل واحد فمنهم من اختار الفضاءات والمطاعم لتناول وجبة السحورة والسمر إلى وقت متأخر من الليلة ومنهم من اختار التسوق من أجل اقتناء ملاذس العيدة مشكلين بذلك زحمة امتزجت بنكهة رمضانية عاصمية مميزة الأجواء الرمضانية خاصة تسوق في الليل رهو بزاف مليح لانا الوقت هذا يكون إنسان آلاز في مخه يقدر يشري كما يحب كما تشوف يرهو الغاشي الله يبارك هنا حتى الزوج تالليل ايه معروفين احنا تزيرين بدل عفسها دايما يخرجوا في الليل دايما يخرجوا أقدر يشولاجي ويدورو يشوفوا حويج الليد في الجزائر لا أحد ينام في ليالي رمضانة فقضاء الصهرات الرمضانية في التجوال واقتناء مستلزمات الحلويات والعيدة هو من شيء من الجزائريين في هذه الأيام لتبقى ميزة رمضان وصهراته لدى الجزائريين خاصة ولها طابعها الفريد على غرار باقي الدول العربية ترجمة نانسي قنقر